وأما الإمامية الذين كانوا يؤمنون بنظرية الإمامة الإلهية أو التشيع الديني فقد غلب عليهم الوقف يعني وقفوا على الموسى الكاظم سموهم واقفية أي الانتهاء عند الكاظم وتشبثوا بأحاديث روالها هم سويها تؤكد أن الكاظم هو المهدي المنتظر يروح عن الصادق عن الباقر عن الكاظم نفسه أنه أن المهدي المنتظر ولذلك رفضوا الانتقال إلى أي شخص آخر وقال علي بن أسباط للرضا هذا أحد كبار الواقفية أن رجلاً أنا أخاك إبراهيم فذكر له أن أباك في الحياة أبوك ما مات في بغداد ودفن في الكاظمية في بغداد في مقابر قريش وأنك تعلم من ذلك ما يعلم أنت هم تعرف يا علي بن موسى أبوك ما ميت أبوك هرب من السجن شوف شلون يواجه الإمام ويكذب عليه عين بعين يعني ويقول له أنت تعلم أيضاً فقال سبحان الله يموت رسول الله ولا يموت موسى شنو القصة شنو العقلية اللي أدكم أنتم رسول الله مات وأبويا مات خلص فيما على فيما على قد وضع قد والله مضى كما مضى رسول الله حلف والله وأبويا مات وفي رواية أخرى قسموا أمواله وجواري وكذا وانتهي الموضوع هذا أيضاً في الكلين في الكافي جزء واحد صفحة 380 وتهم الإمام الرضا من قال بعدم وفاة أبي الكاظمبر بالكذب وقال إنهم كفار بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمدى الله في أجل رسول الله ليش الله يموت النبي أمر 63 سنة ويطول أبويا أمر مئات سنين شنو العقلية شنو التفكير شنو هالمنطق وهذا منطق مهم جداً هذا منطق أهل البيت ومنطق الإمام الرضا خلن نشوفه بعدين كيف تغافل عنه القائلون بامتداد حياة محمد بن عبد الله محمد بن حسن عسكر هذه الرواية موجودة في الكشي هذا أحد علماء الشيعة في القرن الرابع عالم في علم الرجال عند كتابه سمع عرفة الرجال صفحة 379 يذكر هذه الرواية وعندما حجه واحد آخر من الواقفية اسمه الحسن بن قيامة السيرة فيه سنة 193 يعني بعد وفاة الكاظم بعشر سنين سأل الرضا عن أبيه قال له أقولك شنو قصته مات بعد حي شنو الموضوع فقال له مضى كما مضى أباؤه وهذا صاحبنا متشبث بحديث ويرفض الاعتراف بوفاة الكاظم فقاله فكيف أصنع بحديث حدثني به يعقوب بن شعيب عن أبي بصير أن أبا عبد الله قال عن المام الصادق إن جاءكم من يخبركم أن ابني هذا مات أو كف وقبره ونفضوا أيديهم من تراب قبره فلا تصدقوا به إسا حديث مختلق أبو بصير مختلق ذاك الثاني يعقوب بن شعيب جاءبوه عني الإمام الصادق أنه هذا ما مات ومتى طلعوا هذا الحديث سنة 183 عند وفاة الإمام الكاظم طلعوا له بحديث عن إمام الصادق أنه ابني ما يموت أصلا فقال الرضا كذب أبو بصير وهذا عدد يدعي من أركان نظرية الإمامة كذب إمام صادق إمام الرضا يكذب فقال كذب أبو بصير ليس هكذا حدثه إنما قال إن جاءكم عن صاحبي هذا الأمر إمام شوية لف الرواية الكشف الرجال ترجمة الصيرة فيه راجعوا هذا الموضوع